دايماً عم نحاول ضمن برنامج دوز الطبي نقدم معلومات وابتكارات طبية بالإضافة للحديث عن أحدث الطرق العلاجية للعديد من الأمراض وضمنها الفقرة وعب الاسكايب من ألمانيا رح نحكي عن البروستات وعن سبر العلاج الحديثة بسرطان البروستات عن طريق التنظير وجهاز الروبوت لإسمه دافنشي أكيد سيكون معنا الدكتور محمود فرزات اختصاصي بالجراحة البولية والجراحة بالروبوت ورئيس قسم الجراحة البولية والروبوتية بإحدى المستشفرات بألمانيا ودكتورة بالجراحة البروستات مرحبا دكتور أهلا وسهلا أليم فيكم أهلا وسهلا فيك دكتور دكتور بداية خلينا نحكي عن أنه شو هي النوع علاج سرطان البروستات الحديثة تمام علاج سرطان البروستات بيختلف حسب مرحلة وانتشار السرطان دائما نحن مميز بين جروبين من سرطان يعني من انتشار سرطان البروستات ياما هو بيكون موضر الإلساء موجود مع أعطاء انتقالات أو هو بيكون عطاء انتقالات سواء للأعظام أو للرئة أو لغير أعضاء تعانية السرطانات المنتشرة عادة تعالجنا الواحد علاج لكل جسم سواء هو علاج بالهرمون أو علاج كيماوي أو خيارات أخرى نحن 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 نحكي اليوم عن العلاج السرطان المضرعي اللي لا ننتشار معا أعطاء انتقالات ممكن يكون يعطاء انتقالات لأعاده لنفوية جنب البروستات هون بقى كمان بتفريق حسب كل مريض حسب اذا عنده امراض تانية ولا لا حسب قدي عمره حسب اذا عنده اعراض مشاكل اخرى مثلا متبول او شي فنحنا بنحكي هون يعني بشكل عام عن اتجاهين من العلاجات ويا اما علاج شعاعي يا اما علاج جراحي وانا اختص بالعلاج الجراحي تبع لبرستات طبعا دكتور دكتور خلينا نعرف ماذا نقصد بعلاج سرطان البرستات بالتنظير عندما نتحدث عن علاج الجراحي تبع سرطان البرستات فنحنا نتحدث عن استقصال البرستات وعن الحواصلات الملوية لانا الاثنين بدمجين مع البرستات راح تبع يتدري فسطان عن بعض وحسب خطورة السرطان نحنا نستقصر اللاقة اللفاوية الموجودة جنب البرستات الآن عندما نتحدث عن التنظير بداية كان الواحد دائما يستقصر البرستات بعمل جراحي مفتوح عن طريق شرط البطن ويستقصر العضاء بالطريقة التقليدية تبع الجراحة الآن هذا يتطور من 30 سنة يمكن 20-30 سنة ويبدأ الجراحيين يعملوها بالتنظير البسيط وهو عن طريق الواحد ينفق غاز في البطن المريض وبدل ما يعمل شرط جراحية كبيرة بيعمل شروح تنظيرية أصغر هيتعمل أقل تراومة للمريض هلأ من 15 سنة تقريبا يعني 10-15 سنة عمستوى العالم وعندناهم في يوروب كمان أكتر بلشت جراحة بالروبوت هي بداية يعني هي إجت من جراحة التنظيرية ولكن تطورت أكتر فهي تطورت جراحة مساعدة بالروبوت وهي كمان مرفوضة نحن نعمل نفس المهمة وهي نصاصر البروستات مع الحفاظات المنوية مع العادة اللمفاوية ونريد وصل للمسانة مع الأحليل ولكن بطريقة قلنا نقول أقل تراومة أقل أزية أزية وأقل وجم كان فينا نقول أنه هو الروبوت فعليا شيء أحدث للتنظير الروبوت هو تماما هو بالسكتروم هو باللسانة نحن ضمن إطار التنظير بشكل عام جراحة التنظيرية اللي هي ليس جراحة تقليدية المكتوحة اللي أعلمك أننا نعمل شقوق جراحية كبيرة ببطن المرضى أو شيء ولكن هو المرحلة الـ يعني هو المرحلة اللي بعدها بالروبوت شو فرق الروبوت عن جراحة التنظيرية العادية بجراحة التنظيرية العادية نحن نقود بإنسترومنت بالأدوات تبع الجراحة تبعنا مثل الملقاط أو مثل المقاص أو 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 لهنا التقليديين ونحن نستطيع أن يحرقهم كل الاتجاهات ونحن نستطيع أن أجهزة وأدوات بالروبوت أنا كجراح الروبوت يقدم لي أنه يكون عندي بنفس الوقت أربع أجهزة أربع أدوات أنا أريد أن أتحكم في يون بنفس الوقت لأن هذه الأجهزة يدقة كثير عالية قليلاً 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 معقدين أكتر برؤية أوضحة كثير وهذا يساعدني أن أعمل عمليات معقدة أكتر قليلاً بطريقة خلينا نقول أنه هي أدق بجمهزة أسرع حتى دمتار ممكن بهذا الحال يختصر وقت لا حيح تماماً حسب كما أكيد الجراح ولما الواحد يبدأ يعمل العمليات كثير يختصر وقت أكتر نحن هنا لدينا تجربتنا نحن نعمل بقسم تباعي 300 عملية في سنة تقريباً فنعمل هذه العملية تقريباً 22-10 مرات في الأسبوع فنحن عملياً أسرع من الجراحين يعملوا بطريقة مرتوحة تقريباً نتصل نصف الوقت تمام هلأ دكتور نحن نعرف أن الجراح يحب يفتح يعمل عمل جراحي بحيث أنه يكون عنده رؤية مباشرة للأرضية للعمل هلأ نحن بعد فترة صرنا من تقليل للتنظير وهلأ تتفضل حضرتك بالروبوتيك إجمالاً كل الحالات نحن نستطيع عملها بالتنظير أو حسراً بعض الحالات والأغلب نستعمله جراحي الجراحين كانوا يحبون أن يلمسوا الأعضاء بإيديهم هذا الشعور هو شيء جميل ولكن إذا نتحدث عن الرؤية أنا أتحدث عن تجربة من سرطانات نحن نعمل عمليات على المسانة وعلى الكلية وعلى الحالة نعمل عمليات حتى أحياناً على أمعاء أعضاء تانية بالبطن وعلى أجهزة التنظيرية للنساء فالفكرة بس أنه نحن لما نحكي عن عمليات الحوض وهي كتير دقيقة فنحن بالروبوت نشوف أحسن بكتير من الجراحة المفتوحة العادية لأنه نحن نشوف عشر لعشرين مرة رؤية ضعفة أكبر وهي شيء اللي نشوفه وتاني شيء نحن نستخدم أضوية كتير قوية فهذه الأضوية يعني خلوك تشوفه أحسن هلأ ماذا المضادات أو أنا شو الشغلات اللي قدر نشتغله بالروبوت كان الواحد يعمل له جراحة بشكل عام إذا كان مثلاً قلبياً المريض ما له كثير منيح أو عنده مشاكل أخرى عمستوريئة أو 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 هلأ الشيء اللي بخص الروبوتك بحد ذاتهن المرضى اللي عندهن زرع اللي بسموه معرفة والتفاع ضغط العين إذا كان مرتفع كثير هذا الضغط وما له مضبوط عند الطبيبة عينية فمنبعته اللي عن طبيبة عينية مشان يزابطه الضغط تبعهن يرجعه ولكن متمائلتين دكتور نحن معناها حتى بالروبوت تغلبنا على مشاكل التنظير اللي هي أساساً نحن ما كان فينا نعمل تنظير لما بيكون في عنا التساقات أو عمليات جراحية من قبل أو حتى إذا في عنا حمل يعني بعض الانديكيشنز اللي نحن ما فينا نعمل فيهم تنظير فعلياً الروبوت قدر يتجاوزهم هلأ تماماً هذا الحكي اللي هلأ هو ديليما هو موضوع جدال نقاش بين الأطباب كل الكونجرسات كل التمارات الطبية اللي بتصير أنا إيمتا لازم اشتغل مهدوح إيمتا لازم اشتغل روبوت لأنه نحن ما لازم يعني مبالغ باستثام روبوت بكل شيء الالتساقات كانت مثل يعني كانت العالم أنه كلها ما بسينا نعملية جراحة تنصيرية أو بروبوت لما يكون المريض عنده عمليات قبل بطنه بهذه الحكي بصراحة بنسبة أننا نجاوزناها حتى المريض لو كانت تير عنده عمليات نعمل يعني نفكر كذلك الالتساقات نفسهم بالروبوت عند الحوامل بالأساس نحن نحاول كل العملية نأجلها بعدما الحامل تولد أو يخلص الحمل فأخبرتنا بالعمليات التي عند الحوامل الأقل يعني أنا ما بعرف حالي أنه عملت عملية لحامل روبوت لحد اللحظات روبوت أو تنصير اللهم زرسنا إسعاف وعنده زائد أجباري مننا نعمل طيب دكتور ذكرت حضرتك أنه من أهم ميزات الروبوت أو واحدة من ميزاته أنه نحن نقدر نشوف رؤية واضحة ومكبرة أكثر وممكن نوصل لمحلات ما كان يقدر الجراحة العادية توصلة طيب هناك ميزات أخرى للروبوت ميزات أخرى وكل واحدة فيهم إلى ثلاث مفاصل فأنت تتحرك بأصبيعك وتتحرك بمفصل إيدك وتتحرك بمفصل المرفق فهذه تعطيك كثير مرونة كثير بالعمليات الثاني نتعرف عن ستة لثماني إلى عشرة ميليمتر وهذه الأسترومنت نفسهم يتعرف فيهم كثير وظائف يساعدك لشغلات ما كنا نتمنى بطريقة مفتوحة من عشرة 15 سنة لكن ما كنا نقدر هلأ عم نقدر نساويها أنا بحكي كطبيب بولية أنه نحن بنعمل جراحات الحوض فأنه أحياناً بيكونوا مع أدين أكتر أو أحياناً المرضى اللي بنعمل لهم العمليات نجرف لهم كل وعقدة لمفاوية بالبطن فيه أطباء من الأخصاء أخصصات تانية اللي بيعمل جراحة الترق مثلاً أو بيعمل جراحات القلب أو هيك أكيد بيستفيدوا أكتر لأن المحلات الضيئة ويستطيعون أن يقوموا عليهم لأنهم منيماًا دكتور نحن نعرف جمالاً بالجراحين وحياة الجراحة ما في شيء سيف مئة بالمئة ما في شيء آمن وما له إطلاق المخاطر وبس هو عبارة عن ميزات تنظير واستخدام الروبوت ما هي المخاطر الناجمة عن استعماله المخاطر أكيد يمكن أما خطر للروبوت يعمل مضاعفات أو بقلب العملية كما كان عنده خبرة كافية حتى يستطيع أن يعملها حتى يستطيع أن يستطيع مضاعفات التي يمكن أن تحدث أما غير ذلك أنه هناك سلبيات لإستخدام الروبوت مقرنتاً بإستخدام الجراحة المفتوحة الآن ممكن أن يكون فشلات أحياناً يحدث غاز تحت الجلد أحياناً يحدث واجع محل مال واحد يفوت بالإنسترومنت ولكن هي أكيد أقل بكثير من الجراحة المفتوحة الآن السؤال الثاني سأليني ما هي إيجابيات الروبوت؟ الروبوت هو جهاز غالي يكلف مليونين دولار كل عملية تكلف ثلاث أربعة ألاف دولار الزيادة مقررتاً بالجراحة المفتوحة طب أنا لم أستخدم هذا الجهاز الغالي؟ هناك الكثير إيجابيات لهذا الموضوع أنه أولاً أنت الاستشفاء أن المريض قد يوعد بالعملية في المستشفاء بعد العملية أقل بكثير أقل بالجراحة المفتوحة مثل كمية النزفة بالقلب أو كمية النزفة بالقلب العملية أقل بالجراحة المفتوحة نحن ننقل دم للمرضى أقل ووجع المرضى أقل لأنك كنت تعملي جرح كبير لحتى تشيري الكلية مثلاً تحت الأضلاع هلأ أنت عملي تلف أربعة جروحة وإنك الواحد منهم 8 مم أحياناً حتى أنت كل العملية تعملية فبسألي حالك ما هي المفتوحة يعني أنت أحياناً مو بس أنهم تشيري السرطان أنت أحياناً تشيري السرطان مثلاً تشيري السرطان يستطيعون أن يتحكموا بالبول وأحياناً تحفظ على الوظيفة الجنسية لذلك تحب أن تستخدم الروبوت لحتى توفر أحسن كواليتي لهذه المرضى هذه الأشياء غير تفهم معك لأستخدم الروبوت طيب دكتور ما هي الإجراءات المتبعة بعد إجراء الحل التنظيري بتقنية داب إنشي أو الروبوت داب إنشي؟ ما هي الإجراءات المتبعة في المريض؟ ما يفرق الاستشفاء أو الإلاج عن مريض الجراحة المفلوحة؟ يعني أريد نصايا من حضرتك بعض العملية ما يجب أن يفعل المريض؟ أولاً ما يفعله على حاله الآن أكيد نسبة الاستشفاء حمد لعه سلامتاً أسرع أسرع من الجراحة العادية إذا كانت الجراحة العادية للمريض ثلاث أسبوع لا تحمل شيء تقيل لا تحمل رياضة لا تروح الساونة بالجراحة الروبوطيك لا، المريض ممكن على نفس النهار تبعتي على البيت أو ثاني نهار يقدر يتحرك يعني عادي عيش حياته النظامي لا يوجد أي نصائح محددة للشخص العامي العملية أو يريح لا يوجد أي داعي طبعاً تفرق حسب كل عملية وحسب كل مريض من مريض لمريض وحسب السرطان لا يوجد نعمة بشكل عام ولكن لا يوجد أي شيء أنت تدري المريض نعمة بشكل عام نعمة بشكل عام دكتور محمود فرزات الجراحة البولية ورئيس شعبة الجراحة البولية أحدنا شعب في ألمانيا شكراً لوجودك معنا وعجبت لك المعلومات القيمة أهلاً وسهلاً بصراحة أشكركم على استضافتكم لنا وأتمنى أننا هناك تقنية جديدة نستطيع أن نساعد فيها المرضى هنا في ألمانيا وفي أوروبا نساعد المرضى هنا وأتمنى أن ننزل هذه التقنية على بلدنا ونستطيع أن نساعد عالمنا إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب